أشباه الحبليات هيمي كورداتا تندرج تحت شعبة الحبليات الحبليات الابتدائية شعيبة نصف الحبليات والتي يطلق عليها أشباه الحبليات فهل تعلم ما هي أهم خصائص هذه الشعيبة؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تضم هذه الشعيبة حبليات دودية الشكل مثل حيوان البلانوغلوسس والذي يتميز بوجود الحبل الظهري في الجزء الأمامي من الجسم فقط ولكن تركيبه مختلف عن بقية الحبليات حبل معدي في التركيب لكنه يقوم بنفس الوظيفة ينقسم جسم البلانوغلوسس إلى ثلاثة أجزاء وهي الخرطوم، الطوق، الجذع تشبه شعيبة أشباه الحبليات شعبة الجلد الشوكيات فيما يلي يارقة البلانوغلوسس تشبه يارقة شعبة الجلد الشوكيات كما أنها دودية الشكل بالإضافة إلى أن الفتحة الإخراجية طرفية أما عن سبب تسمية أشباه الحبليات بهذا الإسم فيرجع إلى وجود الحبل الظهري الذي تتميز به الحبليات والمسمى بالحبل المعدي بالإضافة إلى الفتحات الخيشومية